ميديا سؤال الساعة مع إبراهيم الغربي أهلا بكم من جديد في سؤال الساعة تطرقنا في حلقات سابقة إلى ما سمي الربيع العربي وتوقفنا عند حالاته المختلفة في تونس المهد ومصر وليبيا واليمن وسوريا حيث تعسكرت بعد ذلك الانتفاض الشعبية لعدة أسباب لكن سوريا خرجت بعد سنوات من انتفاضتها لتصبح الآن أزمة دولية بكل ما تعني هذه الكلمة في 24 من شهر مارس المنصرم عانت الولايات المتحدة وروسيا أنهما اتفقتا على أن تضغط باتجاه إجراء مفاوضات مباشرة بين نظام بشار الأسد والمعارضة وتسريع عمليات الانتقال السياسي في سوريا وآتى هذا الإعلان إثر مباحثات استمرت أكثر من أربع ساعة في قصر الكريملين بين الرئيس الروسي بلاديمير بوتين ووزير خارجياته سيرجي لافروغ من جهة ووزير الخارجي الأمريكي جون كيري من جهة أخرى وحاول خلالها الطرفان اغتنام الهدن السارية منذ شهر في سوريا للتوصل إلى حل سلميون الحرب الدائرة في هذا البلد منذ أكثر من خمس سنوات الحرب الذي انضاف إلى فاعلها الكبار تنظيم الدول الإسلامي وداعش وفي عقاب هذه المحادثات المطولة قال لافروغ في مؤتمر صحفي مشترك مع كيري أنه فيما يتعلق بالمسائل الملحة اتفقنا على أن نضغط من أجل أن تبدأ في أسرع وقت ممكن مفاوضات مباشرة بين الوافد الحكومي وكل أطياف المعارضة ومن جهته قال كيري نتفق مع بوتين ولافروغ على وجوب إعداد مشروع دستور جديد بحلول شهر غشت القادم وفي حين لم يوضح ما إذا كان تطرق في مباحثته مع بوتين إلى مصير بشار الأسد المست التي تشكل نقطة الخلافة الرئيسية بين موسكو وواشنطن أكد أن الطرفين اتفق على أنه يتعين على الرئيس السوري أن يفعل ما يلزم وأن ينخرط في عمليات السلام وفي ذات الوقت علنت وزارة الدفاع الروسية أن المستشارين العسكرين الروس لعبوا دورا مباشرا في التخطيط لعملية تحرير مدينة تدمر من أيدي تنظيم الدولة الإسلامية وقال الأسد أن هذه الانجازات العسكرية تحققها جيشه أخيرا تمت بدعم من القوات الروسية وحلفاء آخرين لنظامه ستؤدي إلى تسريع الحل السياسي وليس العكس فيما قالت المعارضة أنها تعتقد أنه جرى الآن وضع أساس لمحادثات جوهرية عندما يلتقي أطراف الصراع مجددا هذا الشهر بما في ذلك الموضي قدما لبحث القضية الخلافية المتعلقة بالانتقال السياسي إذ لا بد من التذكير للقواتين العظميين الولايات المتحدة وروسيا لم تتفق بالرغم من بعض التسريبات من هنا أو هناك حول مصير بشار الأسد المسألة المركزية في أي تسوية للنزاع وإذن فأن السؤال هذه الحلقة يتمحور حول الأزمة السورية بعد أكثر من خمس سنوات من انفجارها معادلة جديدة الآن فكيف ستمضي الأمور بعد تدخل العسكرية الروسية الميداني والاتفاق بين موسكو وواشنطن على تسريع عملية الانتقال السياسي والإحاطة بمختلف جوانبه نستضيف في الأستوديو الدكتور دريس لغرين أستاذ العلاقات الدولية والحياة السياسية بجامعة القاضي أياض بمراقش مرحبا أستاذ دريس أهلا وسهلا والدكتور خالد الشجروي الخبير في الشؤون العربية والأفريقية والأستاذ الباحث في معدد الدراسات الأفريقية بالرباط مرحبا أستاذ خالد شجروي أهلا وسهلا سيدي وعبر الهاتف نصري الصيغ للكاتب الصحفي اللبناني والمحل السياسي المهتم بقضايا الشرق الأوسط أهلا بك أستاذ نصري الصيغ في سؤال الساعة شكرا أهلا بك نبدأ معك أستاذ نصري صايق بعد تدخل العسكري الروسي ما الذي تغير؟ تغيرت أمور كثيرة أولا أصبح بإمكان القوى المتعارضة فيما بينها أن تجلس إلى طاولة التفاوض بعد مرور خمس سنوات من الصمت السياسي فقط اخترق هذا الصمت مؤتمران الأول جنب واحد والثاني جنب اثنين الأمر الثاني الذي تغير أن الكلام السياسي لم يعد كلاما من دون خارطة طريق ذلك أن قرار مجلس الأمن قد ألزم الأطراف جميعا بخارطة الطريق تبدأ بإجراء حل سياسي بدستور جديد بانتخابات جديدة فيها يقرر الشعب السوري مصيره ومصير مؤسساته الأمر الثالث هو توجه الجميع إلى محاربة داعش ميدانيا وقد تم ذلك على الأقل في المرحلة الأخيرة بعد تطبيق وقف اطلاق النار لمدة تقريبا بنسبة 80% أصلاحا محترما على معظم الجبهات باستلثاء الجبهات المشتعلة مع داعش وجامعة النصرة هذه الأشياء الجديدة هي التي قلبت ما مرت به سوريا خلال خمس سنوات من خلال قتل وتدمير من دون وقف اطلاق النار واحد من دون قدرة على إدخال المساعدات الإنسانية لأي منطقة أو مدينة أو بلدة محاصرة مع مأساة النزوح الكبيرة التي بلغت ربما عبرت تعبيرا مأساويا عن أزمة العصر وليس فقط عن أزمة سوريا تلك هي النتائج المباشرة حاليا التي أفرزتها القوات العسكرية والضربات الجوية بوسطة السخوي هذا أمر هام جدا أصبحوا اليوم على الطاولة ولم يعودوا فقط على جبهات القتال أستاذ خالد شجر أصبحنا الآن على الطاولة وليس فقط في جبهات القتال كما قال أستاذ نصري فعلا بالضرورة وأنا متفق تماما مع الأستاذ سيغ في هذا النطاق خاصة أن التدخل الروسي كان حاسما في البداية الكل شكك في هذا التدخل واعتبره تدخلا نوعا مسافرا في بعض الأمور الداخلية لدول الشرق الأوسط ورفض تماما من لدون الدول الغربية ومن لدون الولايات المتحدة الأمريكية بالأساس وأيضا من لدون دول الخليج وتوركيا رأت فيه نوعا من التهديد لمصالحها الاستراتيجية في حين أنه الآن بحسب بعض المقولات وبحسب بعض المقاربات بدأ يتضح بأن هناك نظرة مختلفة للروس تجاه هذه المسألة هناك منطق آخر مغير تماما للمنطق الغربي أو للمنطق العربي في هذا النطاق بغض النظر هل نحن متفقين معه أو لا أو نسانده أو لا نسانده لكن هناك موقف خاص لروسيا بحكم أولا معرفتها بالمجال بحكم تجريبها للعلاقات التاريخية مع هذا المجال وبحكم أيضا معرفتها بالوضع الاستراتيجي في هذا المجال المشكل أيضا أننا في مجال بعترض فيه الأوراق الاستراتيجية بقوة وهناك تناقض شديد فيما بين الأوراق الاستراتيجية علما بأنه هناك غياب لأوراق استشرافية لا أحد له مشروع حقيقي واضح حول سوريا فيما بعد هذه الأزمة الكل ساهم في ترتيب الوضع الحالي لكن لم يكن لأحد من المتدخلين في هذا المجال أي تصور واقعي أو حقيقي للوضع يأخذ بعين الاعتبار التناقضات الداخلية في المجتمع السوري إن على المستوى الديني أو على المستوى الجغرافي وهذا واضح مؤخرا شاهدنا كلنا كيف أن النظام انسحب من مجموعة من المناطق التي يصعب المدافعة عنها استراتيجيا شاهدنا كلنا كيفية التعامل مع بعض المجالات المحيطة كسيطرة إسرائيل على مجال الجولان وبعض العلاقات المريبة في هذا النطاق أو العلاقات فيما بين حزب الله والنظام السوري لأن العلاقات لا يمكن لأحد أن يتدخل في المجال السوري بدون الأخذ بعين الاعتبار الحدود مع لبنان وبعدون الأخذ أيضا بعين الاعتبار الحدود مع العراق والحدود مع تركيا لذلك بعطرت هذه الأوراق وعدم توحدها واختلاف الأجندات السياسية والاستراتيجية في هذا النطاق كله شكل أن التدخل الروسي أضحى ربما في هذا الوقت بالذات هو النموذج الأمثل نوعا ما للدفع على الأقل لا أعتقد بأنه سوف يقرر حلا في هذا المجال ولكن الدفع عوض الخروج إلى منطق الفوضى الخلقة التي كانت دائما تسعى إلهي الولايات المتحدة الأمريكية ولكن إيقاف النموذج هذه الفوضى الخلقة وطرح نموذج لحل معين وربما هو واضح بشكل كبير من خلال دعم نظام بشار تم في مرحلة من المراحل إيقاف هذا الدعم عبر سحب جزء من هذه القوات والحفاظ على بعضها في نطاق تحرير مثلا مدينة تدمر أعتقد بأن هذا النموذج الذي طرحه التدخل الروسي يعتبر إيجابيا في هذا النطاق وليس على مستوى المساندة أو الرفض أستاذ ديشلقيني قيبت معركة تدمر الكثير من الموازين يقول محللون روسيا مثل هذه العملية هي ما كان العالم ينتظرها من روسيا تقوم به أخيرا لمحاربة تنظيم داعش بدلا من ضرب المعارضة المعتدلة مشيرين إلى تأثيرها الإيجابي على صورة موسكو والآن بعد استعادة لؤلؤة الصحراء السورية التي صدم العالم لدى مشاهدته مقاتلي داعش ودمرون آثارها يمكن لروسيا أن تفتخر بهذا الانتصار الرمزي باعتبارها حامية للتراث العالمي كما يقول المحللون الروس هو أولا حضور السوريا أو حضور عفوا للطرف الروسي في سوريا هو ينبغي أن نأخذه في أبعاده الاستراتيجية أيضا طبعا روسيا الآن هي تجد في الأزمة السورية أزمة لإدارة أزمات أخرى نستحضر طبعا مجموعة من الإشكالات التي لا زالت تجمعها مع أطراف أوروبيا ومع الولايات المتحدة الأمريكية الدرع الصاروخي المشكل الأوكراني وكذلك المشكل والمشاكل في جيورجيا ثم أيضا هذه محطة أرادت روسيا أن تبرز بأنها فاعل دولي وازن وبالتالي هذا التدخل طبعا هو من منظور روسي يبرر بكونه جاء بالأساس لإيقاف تمدد الإرهاب في المنطقة وأيضا جاء لكي يعيد الأجواء اللازمة لمفاوضات بناءة لكن كما قلت هناك أيضا أهداف أخرى ويبدو أن الطرف الروسي بانسحابه في هذا الوقت بالذات وأعطى مجموعة من الإشارات أي أنه ليس انسحابا دائما ولكنه انسحاب تكتيكي يمكن أن يتكرر مستقبالا خاصة إذا لم يتم إنجاح المفاوضات في المستقبال ثم أيضا عندما نتحدث عن الدور الروسي هناك من يعتبره بأنه دور جاء بالأساس لإنقاذ النظام وكان على مشارف فقدان كثير يعني رغم المساعدات التقنية والمساعدات العسكرية والدعم الدبلوماسي أيضا الذي قدمه الطرف الروسي للنظام السوري لكن ذلك لم يعد كافيا أمام أولا وجود مجموعة من الإشكاليات التي لم يعد فيها الطرف السوري هو القادر على إدارة الأزمة نحن الآن أمام تداعيات دولية وإقليمية كبيرة قضية اللاجئين التي أثقلت أوروبا ولم تستطع معها بلورت مدخل مناسب كفيل بإنهاء هذه الأزمة ثم كذلك تمدد الجماعات المتطرفة خصوصا بعد السيطرة على مجموعة من المناطق الاستراتيجية والحيوية والآن أصبح الإرهاب داخل العمق الأوروبي وهو ما يعكس بأن هذا الإرهاب الذي يتمدد في هذه المنطقة بإمكانه أن يتجاوز الحدود وبإمكانه أن يصل إلى عمق أوروبا كل هذه العوامل طبعا جعلت القوى الدولية أتحدث هنا عن روسيا أو عن أوروبا وكذلك الولايات المتحدة تسعى إلى تجاوز حالة الارتباك المرتبط بإيجاد حل وخصوصا مع المقترحات التي تقدمت بها الأمم المتحدة والتي تبلورت في القرار المجلس الأمن الذي تحدث عنه الأستاذ في بداية اللقاء فلهذا عندما نتحدث عن ما قامت به روسيا أعتقد بأنه ليس دورا يعكس الرغبة الروسية بالذات هو موقف يعكس وجود قدر من التوافق الإقليمي وخصا الدولي وخصا بين الولايات المتحدة وروسيا في سبيل إنهاء هذا المشكل الذي لم تعد تناقش فيه القضايا الخلافية الكبرى يعني لا أحد الآن يتحدث عن مآل أو مصير الرئيس البشار الأسد لا أحد كذلك يتحدث عن مجموعة من الإشكالات الأخرى التي ظلت قائمة منذ بداية الأزمة الآن هناك نقاش عن التسوية السياسية أو التحول السياسي هناك نقاش حول معضلة الهجرة أو إيقاف معضلة الهجرة هناك كذلك نقاش مرتبط بالحد من تمدد الإرهاب والحد من مخاطر الجماعات المسلحة في المنطقة إذن كل هذه العوامل تبرز لنا بأن الدور الروسي هو دور أسهمت فيه مجموعة من المعطيات الإقليمية والدولية ويبدو أن هذا التقارب الروسي الأمريكي هو الذي مهد لهذا الدور الذي اتخذته روسيا فيما يتعلق بالدعم بالتدخل العسكري ثم أيضا الانسحاب أيضا أستاذ نصري تدخل عسكري روسي قوي ثم انسحاب تدريجي وعداد أكثر من 13 ألف ميدالية للجنود العائدين من سوريا كيف نقرأ هذا؟ اسمح لي قليلا بالتعليق على ما جاء على لسان الدكتورين ما قالاه مهم جدا جدا ولكن أود أن أضع بعض النقاط على الحروف حيث أننا لا يمكن أن نتجاهل ثقل وضع سوريا على كل العلاقات الاستراتيجية الإقليمية والدولية هذا الثقل الذي جعل من سوريا الحرب المتفجرة والمعدية التي تعدي الإقليم ثابت خلال أربع سنوات أن القوى الداخلية في سوريا ليست هي القوى اللاعبة الأساسية في الساحة وإنما القوى الإقليمية هي التي أصبح تخوض حربا في الداخل وأنها كلها كل هذه القوى من تركيا إلى السعودية إلى قطر إلى حتى بعض الدول الأوروبية التي ساهمت في إذكاء الحرب معها إيران أيضا وحزب الله وصلت إلى المأزق الكبير أن لا أحد يستطيع أن ينتصر على أحد حتى ولو كانت المرحلة الأخيرة كانت على مشارف أن تقضي على كل نفوذ وسلطة وما يسمى وجود الجيش السوري والقيادات السورية الرسمية في المناطق السورية في فائزين فائزين حتى الآن فقط منتصرين في الحرب السورية الأول لأنه شارك بالحرب وقلب الآية وذهب بها إلى السياسة وهو شارك بالحرب بفعلا لعمل بتؤوله حاليا هو بوتيند وهناك فائز آخر أيضا هو الذي لم يشارك في هذه الحرب ورفض الانغلاق بها وهو أوباما فإذن عندنا قائد ذهب إلى الحرب وقلب الآية فالتقى معه أوباما ولذلك بدأ الحل السياسي أربع سنواتنا القتال والتدمير والتهجير والتعذيب للناس أسفلت عن سفر نتائج إلى اللحظة التي بدأ فيها التدخل الروسي بلحظة حاسمة وانقلب الوضع بكامله وأصبحنا الآن ولا أريد أن أكد النقطة الأساسية في معالجة موضعية وليس في معالجة لستراتيجيات الدول الكبرى إذا اسمها استراتيجية الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا لا مش هي هي في عنا موضوع موضعي يعني بالذات اسمه دمشق اسمه سوريا حتى لا نذهب إلى اليمن ولا نذهب إلى العراق مسألة مختلفة كليا من هنا جاء القرار الذي به المجلس الأمن اختصاص سوري فقط ومع ذلك هو صعب جدا لأن أمامه معلش أن تتناطع من السؤال أستاذ إبراهيم قليلا تفضل لأن أجل فائدة بالنسبة للمستمع أن يعرف أن هذه المنطقة الحالية هي في العلاية الفائقة كما قال الدكتوران بين يدي خبيرين جديرين بإعطاء النصائح وإعطاء الأوامر معا هم أوباما وبوتين وهذا الاتفاق ما بين الاثنين لا يصل إلى أذرمجان حاليا أو يصل إلى أوكرانيا لا بعد مكين ولا يصل إلى اليمن الوقت مازال باكرا لكن سيصل إليه بعد ذلك سيصل إليه بعد ذلك سيصل إليه بعد ذلك ولكن لكل حالة وضعه بالسياسة تماما فيه نحكي استراتيجية كثير ولكن ده نصيب كثيرا المنطقة الموضعية الحساسة بعد محدا ما عندي أحكي عن اليمن وهذا شيء أساسي من هنا ولكن أمام الروسي اليوم الذي أصبح رقم واحد في المنطقة وأمام أوباما الذي صار شريكا مضاربا مع الروس في إيجاد الحل عندهم مجموعة من المشاكل المصعفية أول مشكلة كما جاء في مقدمتك مصير الرئيس مشار الأسد الآن وبعد الآن إذا كان الآن مختلفين على ماذا سيكون دوره ترى هل سيكون بعد الاتفاق الأمر الثاني أي دستور أي نظام سياسي لسوريا هذه الدولة المركزية الواحدة القوية أصبح مطروحا عليها أن تكون لا مركزية مما يعني أن هناك إمكانية فدرة على المستوى الكردي وهذا ما ترفضه تركيا وما يرفضه إيران وما ترفضه قوات سوريا لذا أمام مشكلة إعادة صياغة سوريا بطريقة أخرى مختلفة وهذا يطلب بعد الجهد العسكري أن يقوم جهد دبلوماسي ومن ثم أن يضغط كل فريق على كل قيادة يعني الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا أن تضغط على جماعاتها في هذه المنطقة لقد تكفلت موجة الانفحاب الجزئي بأن تضغط على الرئيس بشار الأسد فتعقلنا وكذلك الأمر ضغطت أمريكا على السعودية فتعقلنا إننا نمر في مرحلة تعقلنا الصراع بعدما كان هذا الصراع مليئا بالنوازع المذهبية والطائفية والدينية والعرقية والعشائرية والتي جعلت من سوريا مسرحا بدائيا لكل الأغوال الموجودة في المنطقة والتي قمتها داعش والنصرة فآمل أن يكون قد فهم هذا البانوراما الأساسية بأنها بالفعل مسألة موضعية حتى لا نذهب إلى مناطق أخرى أستاذ خل هتمت بالفعل عقلنا الصراع الآن لا أعتقد هو ما تريد الولايات المتحدة الأمريكية وبالخصوص روسيا الذهاب نحو هذا الاتجاه يعني عقلنا المسألة وإخراجها من منطق الصراعات المحلية والأجندات المحلية في الشرق الأوسط لكن لا أعتقد أن الأمور سوف تسير بشكل سهل بحكم أنه ربما هناك نوع من الاتفاق ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في هذا النطاق هناك تراجع لبعض المواقف الأمريكية وربما بدأنا نشاهد دعما للموقف الروسي وشهدنا ذلك في خلال زيارة جون كيري إلى روسيا وبوتين وتلك الكلمات الرطبة وسلاسة الأسلوب الذي بدأ ينتج تجاه كل واحد منهم تجاه الآخر وبدأ هناك نوع من التعبير نوعا كأنه شكر للتدخف ومزاح إلى غير ذلك رغم المشاكل الحاصلة ما بين البلدين لكن لا أعتقد خاصة وأن هناك أوراق ما زالت مطروحة على هذا الصعيد أوراق داخلية داخل المجال السوري وهي أوراق متناقضة وخطيرة جدا ثم هناك أوراق محلية ما زالت مطروحة التناقض الخطير ما بين الأجندة التركية والأجندة الأمريكية في هذا المجال عدم وجود أي تنسيق واقعي وحقيقي ما بين الأجندة العربية المرتبطة بالسعودية والإمارات من جهة والأجندة التركية رغم نوعا من التوافق ضد التدخل الروسي والذي تغير مؤخرا بسماع مشروع زيارة الملك سلمان إلى روسيا ومعناه أن هناك رجوع نوعا ما في أو تراجع نوعا ما في السياسة السعودية وفي هذا الإطار يصعب أن نفرق ما يحدث في المجال السوري عن الأجندات الجهوية الأخرى سواء اليمن أو غير ذلك المشكلة الثانية أيضا إيران التي رابحت بشكل كبير في تدخلها في المجالين الإيراني السوري والسعودي في إطار محادثاتها طويلة الأمد لأكثر من عشر سنوات مع الغرب وحاليا بدأنا نشاهد نوعا ما نوع من التراجع الإيراني في هذا النطق رغم حضوره القوي ولكن بشكل أقوى في العراق منه بالمقارنة معه في سوريا إذن ما زالت لدينا هذه التناقضات بقوة يصعب حلها ما زال هناك نقاش قوي في داخل المنظومة السورية حول مستقبل هذا المجال ولكن دائما أرجع إلى ما قلته في السابق هنا أتافق مع الأستاذ السايق في هذا الإطار بشكل كبير نحن لسنا أمام تدخلات أو أجندات لا جهوية ولا محلية ولا موضعية ولا دولية لها تصور واضح للمجال فيما بعد الأزمة نحن الآن في إطار تدبير الأزمة في وقتها الآن لكن ليس هناك تصور ربما بدأ يحصل نوع من التصور لدى الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في إطار ما يسمى بالنظام الفيدرالي لكنه نظام تقسيمي أكثر منه نظام وحدوي ليس من صالح تركيا وليس من صالح الدول العربية هذا بالضرورة يجب أن نشير أيضا إلى التناقض الحاصل داخل الأجندة العربية في حديداتها رغم بعد التراجع في الأيام الأخيرة خاصة ما بين السعودية وقطر بأسباب مرتبطة المشكلة أيضا يجب أن نرجع إليه وهو أن روسيا أيضا روسيا تدخلت بقوة وفرضت نوعا ما أجندتها لكن لأجندتها محدودية قوية مرتبط أولا بالوضع الاقتصادي لهش الذي تعيشه روسيا مرتبط أيضا بمشكلة أتمنة البترول التي يجب إعادة النظر فيها وهو مطلب روسي بسبب ضغط من السعودية التي تفرض نوعا ما هذا الانخفاض باتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية التي لها أجندة جد مختلفة عن ما يجري في الشرق الأوسط مرتبطة بإنتاج الغاز السخري مرتبطة بتحويل مجالات استيراد الغاز من العالم والموجودة على الساحلي الغربي للولايات المتحدة الأمريكية وتحويلها إلى مصدر وبالتالي معوض لروسيا في الغربي الأوروبي أعتقد بأن الأمور أيضا سوف تبتعد عن الموضعي لكي ترتبط بالدولي والجهوي وربما سوف تعيش نوعا من التعاقد الجديد في المستقبل سيد الريس المعارضة السورية قالت بأن تعتقد أن وجرى الآن وضع أساس أساس لمحادثات سلام جوهرية عندما تتقي طرف الصراع مجددا في شهر بليل الجاري بما في ذلك المضي قدما لبحث القضية الخلافية المتعلقة بالانتقال السياسي هو أولا ينبغي الإشارة إلى أمرين أساسيين عند الحديث عن حصيلة الأزمة السورية إلى حدود اليوم وأنه كنا أمام نظام سياسي عسكري يجيد لغة القوة ولغة الاقتتال ويضح أو يستطيع أن يقوم بأي شيء في مقابل البقاء في السرطة لكن في المقابل ينبغي الإقرار بأن أداء المعارضة كان أيضا بدوره أداء نسبيا لم يكن بالقوة المطلوبة بحيث كنا أمامها مفارقة بين معارضة بأفكار وبمبادئ ربما مهمة جدا مرتبطة بتجاوز الاختلالات الماضي وتأسيس نظام سياسي يحتمل جميع إلى غير ذلك ولكن على مستوى الأداء وعلى مستوى الميدان لم يكن هناك عمق لهذه المعارضة ولم يكن هناك أيضا أداء في مستوى هذه لم يكن لها مقومات تدعم هذه المبادئ وهذه الأفكار التي كانت تأتي بها إذن أمام هذه الأمور كنا أمام دخلت سوريا في متاهات هذه المتاهات شكرا حسنا الآن موعد الموجز الأخباري وسنعود بعده للمتابعة من حيث توقفنا معك أستاذ إدريس موسيقى